احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريك الضفعة الثانية فنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقلة تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدرسين مرورا بالتدريب التخصصي وفقا لأحدث الأسليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بقوات المسلحة وتل ذلك إعلان نتيجة الدورة واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع والمرور على معرض مشاريع التخرج التي أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي متميز